بالتشكيك في مدى تطبيق الاتفاق والتهديد بدفاع إسرائيل عن أمنها بنفسها عبر الإسرائيليون عن تحفظهم على اتفاقية جينيف بين روسيا والولايات المتحدة وحولت القيادتان العسكرية والسياسية مراسيم أحياء ذكرى الجنود قتلى حرب أكتوبر إلى منصة تحريد على سوريا وتحذير طرفي الاتفاق في حال لم ينفذ ولم يتم إخلاء مخازن الأسلحة وأبقت القيادتان الباب مفتوحا أمام عمل عسكري لمواجهة خطر الكيماوي واعتبر الرئيس شيمون بيريز اتفاق جينيف لنزع السلاح الكيماوي السوري تحت تهديد العملية العسكرية درسا لزعماء إيران أيضا لا مناصة أمام الأسد إلا بتنفيذ بنوض الاتفاق ولابد من التأكيد أن إبقاء التهديد العسكري مسنودا بدعم الاتفاق يجب أن يشكل درسا لزعماء إيران وزير الخارجية الأمريكية جون كيري سعى خلال زيارة خطفة لإسرائيل إلى تخفيف حدة الموقف الإسرائيلي من اتفاق جينيف وعرض في لقائه رئيس الحكومة بنيمين نتنياهو تفاصيل الاتفاق داعيا إلى تحريك المسار السلمي لتسهيل عملية مواجهة السلاح الكيماوي السوري فيما طالبت إسرائيل الولايات المتحدة بإبقاء البديل العسكري على الطاولة كوسيلة لردع الرئيس بشار الأسد لقد أظهرت الأيام القليلة الماضية حقيقة ما كنت أقوله منذ مدة في حال كان لديكروماسية أي فرصة للنجاح يجب أن تترافق مع تهديد عسكري جدي وما ينطبق على سوريا ينطبق على إيران وأعلن وزراء في الحكومة أن بلادهم تراكب عن كثب الوضع في سوريا ومدى تنفيذ اتفاق جينيف وروج الوزراء لخريطة الأسلحة الكيماوية التي تدعي إسرائيل أنها تظهر أن لدى سوريا ثلاثة أنواع من الأسلحة الكيماوية غازات الخردل والسرين والأعصاب من نوع VX وقد تم نشرها في خمسين موقعا وتهريب كميات منها إلى خارج سوريا بما في ذلك إلى حزب الله في لبنان على حد إدعاء التقارير الإسرائيلية محاولة كيري طمعنط الإسرائيليين لم تخفف من حدة التهديدات والتحذيرات وحظيت القيادة الإسرائيلية بدعم جماهيري حيث قال 75% من الإسرائيليين إن الأسد لن يتزم باتفاق جينيف والأسلحة الكيماوية ستبقى تهديدا استراتيجيا على أمن إسرائيل أمال شحادي من مدينة حيفا